ألف مبروك للنادي الأهلي فوز وثلاثة نقاط هامة بيضعها النادي الأهلي في رصيده ليتصدر هذه المجموعة انتظاراً للمباراة الأخيرة إن شاء الله يوم 1 فبراير مباراة نادي الهلال ثلاث نقاط هامة جداً ولكن أداء أيضاً جيد للنادي الأهلي طوال هذه المباراة ألف مبروكة كابتن شريف ألف مبروكة كابتن أسامة ألف مبروكة كابتن بلال كابتن شريف أعتقد ثلاثة نقاط هامة جداً استطاع الندي الأهلي أن يضيفها إلى رصيده ويتصدر هذه المجموعة ده كلها مظبوط ألف مبروك كنا محتاجين الثلاثة نقاط فعلاً نفسياً حتى أنك تعتلي المجموعة ويبقى عندك عشر نقاط بتلعب أعتقد على الحال ارتياحية بقى مش في الضغط العصب اللي أنت كنتم موجود في هذه المباراة أمام الهلاس السوداني ولكن النهاردة وضح لنا عشان تكسب شكل الجيم بيبقى عمل إزاي عشان تبقى في تصفيات في دور التمانية لازم يكون عندك موجود كبير قوي مع جميع الفرق وانت بتلعب الإرادة هي النهاردة كانت رمز الملعب محاولة اللعيبة كلها في احترام المنافس المنافس النهاردة أعتقد لو كان ليه وضع غير لا يسمح له إلا الفوز كان هتلاقي مباراة من أول أربع دقائق شوفناها من العريبي ومحاولة تزديد على الشناو المتقلق الحمد لله إن إحنا عدينا من هذه المباراة جلنا فرص كتير وكل حاجة بس كاميران كانتش سهلة ففيه دروس كتير قوي من هذه المباراة حنتكلم فيها مع بعض إن شاء الله فألف مبروك كده كابتن أسامة مبروك طبعا ثلاثة نقاط مهمة وأداء جيد في مجمله للنادي الأهلي الحمد لله مبروك طبعا للجهاز الفني وجبائرنا والمجلس إدارة وكل الأهلوية التلاث نقاط كانت مهمين جدا يعني قبل كثيرا من التكلم عن الأداء والظروف اللي فيها المباراة لكن في الوضع اللي النادي الأهلي كان فيه كان مهم جدا ياخد التلاث نقاط دولت معنويا ونفسيا تفرق كتير جدا مع الفرقة ثانيا يكفيك كده التعادل في السودان يعني بقى عندك فرصتين المكسب والتعادل لكن لو كان حصل أي نتيجة غير كده كان لابد أن تفوز فالحمد لله السقة جات لنا تاني في اللقاء دوت وتلاث نقاط مهمين جدا جدا تمام بلال أيضا النهاردة الحمد لله الأداء جيد ولكن في نهاية الأمر أنت خدت ثلاث نقاط في ظل هذا التوتر وفي ظل هذه المباراة الصعبة أعتقد شيء جيد في مباراة كابتن إسلام أنت محتاج فيها أنك تكسب زي مباراة النهاردة كده ممكن يكون المكسب كان صعب ممكن يكون الأداء كان أقل من المتوقع ولكن أنت بتحتاج المكسب يعني في بعض الأوقات الضغط النفسي بيأثر على أداء بتاعك النهاردة الأهلي لا بديل سوى الفوس بيلعب فرقة كمان ما عندهش مشكلة ما عندهش مش باكي على حاجة بلغة الكورة يكسب يخسر ثلاثة أربعة خمسة مش فرقة معايا فبالتالي هم أحدا نفسيا ما عندهم مش توطر مش محتاج المباراة هو جاي بس عايز يعمل مباراة جيدة قدام النادي الأهلي عايز يخرجك من التركيز عايز يخرجك من البطولة لأن أنت برضو بنسباله أنت منافس مصنف بنسباله فكون أنه يخرجك من البطولة ده مكسب كبير بالنسبالي وبالنسبال النجم السحلي فالنهاردة المباراة الجيد أنك قدرت تكسب الجيد أنك قدرت تتوصل ولكن أنا من وجهة نظر الشخصية برضو يعني كل موظم الحاجات اللي قبل الماتشة كابتن هي اللي موجودة النجم السحلي عنده أخطاء كارثية في النحي الدفاعي كارثية وده الأهلي قدر يسجل منها هدف وكان ممكن يسجل منها هدفين وتلات ولكن مباراة النهاردة أنت بتكسب فيها حاجة جيدة جداً زي ما قالك بتشريف من شوية أنك خلت يبقى عندك حاجتين أنك بتكسب أو بتتعادل هو ده الناتج الجيد من المباراة أنت راح للهلال وأنت عندك حاجتين يا تكسب وتتعادل مش بس يعني لو لقدر النهاردة كنت تتعادلت كنت هتبقى مطالب أنك بس تكسب عنك في الهلال وهتبقى الأجواء صعبة جداً بعدين أنت رايح وأنت متصدر المجموعة رايح وأنت متصدر المجموعة يبقى فيه الاسترس أكتر أو الضغط الأكتر هيبقى على فرقة الهلال عكس المباراة النهاردة أنت رايح النهاردة بتلعب عندك أنت من أول المباراة وأنت كسبية وأنت صاعد بتلعب على يعني خلاص صفر صفر بالنسبة لك أنك صعدت للدور الثاني لكن هو بالنسبة له هو المطالب أنه يسجل هو لمطالب أنه يفتح المباراة هو المطالب أنه يفتح خطوطه هو لمطالب أنه يضغطك هو المطالب في كل ديئة دقيقة بتعدي عليه بالنسبة لها خسارة. كل دقيقة بتعدي عليك انت يعني بالنسبة لك ما كسب. فبالتالي انا رايف ان نتيجة المباراة النهاردة جيدة جدا. حتي وان كان الاداء غير مرضي بالنسبة لنا. ولكن هنرجع three i would say that there's not to be a difference in one way. ان في بعض المباراة بتحتاج انك انت تكسب وتنتظر الحالة النفسية والحالة البدنية والحالة المعنوية في المباراة اللي بعد the like this. لان مش كل مباراة بتبقى زي التانية. الاستعداد Having a interact with the same زي بعضه. الحالة النفسية والمسجنة بتبقاش زي بعضها. الاسترس. الضغط الموجود عليك. ما يبقاش ما يبقاش هو هو. فاعتقد ان الحمدنه النهاردة بمكسب النهاردة. يمكن يمكن لعبة النادي الاهلي في هتبقى في حلم الفوان اكتر بكتير جدا المرة الجادية ان شاء الله. كابتن شريف اه النادي الاهلي بدأ المباراة. اول عشرين ديئة واول خمسة عشرين ديئة الحقيقة اه النادي الاهلي كان مستوى الطبيعي الحقيقة في بداية المباراة ولكن بعد الخمسة عشرين ديئة المستوى ارتفع اعتقد لغاية نهاية الشوت الاول وده قدر يحرز النادي الاهلي هدف وبعد كده كان ممكن كمان يحرز التاني والتالت في الاشين ديئة الاخير. مجلود كلامك احنا دخلنا بعد ديئة خمسة عشرين منطقة الجزاء النجم اكتر من مرة. ولو كان توفق سولية بعد الهدف اللي احنا جبناه بالكرة العرضية اللي كانت دهوة التمنتاشر كنا خلصنا المباراة وكان عندنا ارتياحية اكتر للعبين. انما زي ما انت قلتلي في اول المباراة ان ديانج والسولية حيتحملوا النهاردة المباراة كلها. وده كان واضح جدا اللي اتنين الحقيقة كان فيه حالة مش قادريني ينفذوا مية المية المهام الهجومية والمهام الدفاعية لان فرقة النجم كانت باللي احنا هنعمله مع الهلال بقى ان شاء الله في المباراة الجاي. بيهدوء تام في كونتر اتاك سريع. واللدغة من لدغات اللعيبة بتاعتهم. ان هما قدروا يحريزوا فيك هدف يهزوك في الوضع اللي انت متوتر جدا وعليك ضغوط نفسية. فانك تلم نفسك وتحس انك انت برضو لما كرة بتيجي ده رايحة جولة اسلام واحنا نصدها تدينا دفعة كوية جدا. او يجيلك درب الجزاء وتتصد بيجيلك دفعة اه اقوى. فالحالة النفسية من العيبة ان هما يتدركوا الموقف ويحاولوا يخشوا جوة الجيمة فريق كويس يعني احنا قلنا عليه مش ده الفرقة اللي احنا لعبناها اول مطش هناك على ارضهم يا. فكان واضح ان هما بيحاولوا يمتصوا اه الكرة السريعة بتاعتك والكونتر اتاك بتاعك والاطراف اه اللي انت بتهاجم منها انا ما احنا كان ناقص عندنا سامع وابلال واسلام ناقل للحركة واضح جدا. اللي هو احنا عاديين نطالب واحنا عاديين بوجود وليد سينيمان. اللي هو خلى المدرف اول خمسة وعشرين ديه لو تلاحظ كهرباء سخن. احنا اول مرة نشوف بديل بيسخن بدري كده يعني الراجل حاسس ان هو عايز يدخل حد نفسيا حتى او يحسس ان الحكاية احنا جاهزين باي احتياجات خارج الملع. وكان عنده اه بديل جايد انما الوقت ساعتها اسلام في مبارات معينة ما بيدكش زي ما انت بتتمنى يعني. طيب. ما بتنفيش معاك زي ما انت عايز. فالتوفيق في الفرص اللي بيجي لك لو فرصة او اتنين زي ما اتفقنا احنا مع بعض ابلال انا او انت تروح بس تتوفق في واحدة او تتوفق في التانية. زي ما حصل النهاردة. اه زي اللي حصل اتت وفقته في واحدة والاسحل ما توفقتش فيها. يعني فكان ضروري جدا زي ما احنا بنقول اه المكسب باداء او من غير اداء الحقيقة. فده المكسب الكبير بتاعنا النهاردة ان احنا متربعين على المجموعة. وده حي اهلنا باذن الله ان احنا نلعب بطريقة اللي هي بتاعتنا الطبيعية بقى. كابتن اوسامة التوتر والعصبية اللي كان فيها لعيبة النادي الالي وده شيء واضح الحقيقة للكل. اعتقد ان هو شيء منطقي وشيء طبيعي في اه مثل هذه المبارات. اه طبعا بالذات بعد الموقف اللي احنا اتحطينا فيه اه يعني قبل اللقاء انت بتلعب على انك تكسب المباراتين او على الاقل اه هتكسب الهلال لابد انك تكسب الهلال هناك. فكان واضح انه فيه شيء من التوتر وده كان باين جدا في بداية اللقاء. في الباص حتى بتاع العيبة. مظبوط ان انا كنت لسه ولا انت ختابنا على الثانية يعني انت اه مية كده مية في المية كده اسلام. صحيح انه الباص كان باين جدا في الاول بتقطع كتير. فيه توتر. الهجمة ما بتتنقلش كويس. عدد التمريرات اللي هو الاستحواز اللي النادي الالي معروف عنه اه في البداية ما بتكوره ما بتكملش تلات اربعة لمسات وتتقطع. كان فيه توتر. واما ويمكن النجم الساحلي في البداية كريم العريبي ليه كورتين وراء بعض اه الشناوي اللي هو واحد من نجوم المباراة آآ صدهم بشكل كويس قوي آآ واحدة تزديدة آآ باليسار طلحها كورنر ثم انفراد آآ من ناحية الشمال آآ طلحها كويس قوي بعد كده النادي الاهلي زي ما كابتو شريف قال وانت قلت من الديئة خمسة وعشرين ستة وعشرين ابتدى يتحرروا شوية ابتدى حسين الشحات اوه كنا احنا قايلين ان اجايه ولا يلعب تاحت مروان لأ ده جايه كان بيلعب ناحية الشمال وحسين الشحات كان في في العمق ورا آآ مروان حسين الشحات لما بيلعب في العمق ما بيبقاش مميز قوي زي الاطراف حتى معظم الخطورة اللي هو عملها في العشر دقايق النادي النادي الاهلي جاب في مجون من الديئة خمسة وعشرين لديئة خمسة تراتين كده كلها كان عطار في اليمين يعني كان بيرمي نفسه كتير آآ في لما لقى نفسه في اول عشرين دياء ما كانتش آآ لاقي نفسه كان بنقل نفسه وعطار في اليمين وحتى سد التزددين من ناحية اليمين جونين آآ آآ ايوه منهم المتابعة اللي هي بتاعة الجون اللي اجايه بعد كده رجعت له وجابها هدف وقابليها واحدة الحق مشت من جنب آآ القائم الايمن فالنادي الاهلي بتده يتحرر في في من نهاية الشوت كده في الديئة خمسة وعشرين تلاتين وآآ والامور آآ بتدت تتحسن آآ في المقابل النجم زي ما قلنا ما كانش يعني طبعا مهم بليه ان يكسب المباراة او يتعادل ولكن عنده مباراة ثلاثين في الاخر هدين ما عندهمش توتر زي ماتش الهلال ماتش الهلال هم كانوا عارفين اللي هو في السودان انه لو كانوا خسروا او اتعادلوا كان تسعين في المية ممكن يبقى برى البطولة صحيح اللي عندهم اريحية من من انه هم عارفين انه الماتش الاخير آآ في بلاتينيوم اللي هي آآ آآ كسبوه على برة ملعبهم ثلاثة والهلال المباراة هكسبهم واحد آآ هيكسبوهم وهيتأهلوا سواء اول او تاني النادي الاهل اللي عنده فرصة انه يتأهل اول لو كسب الهلال السوداني ان شاء الله والاهل قادر على كده فالشوت التاني الاداء بقى لما نتكلم عن شوت التاني يمكن ابتدأ فيه تحفز اكتر آآ مفيش هجمات خطرة زي الفترة الاخيرة بتاعت الشوت الاولاني لكن اهم حاجة انه الحمد لله ان احنا طلعنا بنتيجة اللقاء وطبعا ما نتكلم عن نجم برضو ملعبش بتلاتة زي ما احنا كنا متوقعين هو لعب اربعة نهارد لعب اربعة اتنين تلاتة واحد ويمكن دي برضو من النقطة اللي احنا بنتكلم فيها انه هو عارف انه حتى لو اتغلب آآ عنده ماتش البلاتينيو يعني نهارده بلعب اربعة اتنين تلاتة واحد آآ ولعب بخانتوش آآ تحت آآ كريم عريبي وعلى يمينه المساكني وعلى شماله آآ آآ طبعا كان بيطلع مرتضة يهاب المساكني ناحت الشمال ووجدي كشري ده اللي هو الظاهر الايمن كان بيلعب جناح ايمن هيمكنهم عملو الشغل شوية كتير من ناحية الطرف اليمين بتاعنا بالذات كانوا مميزين في الجانب ده وعملوا اكتر من هاجم يعني لكن في النهاية مبروك للنادي الاهلي والحمد لله ان شاء الله الصيقة هتعود والنادي الاهلي يقدر يكسب الليلة لنا ويعمل اداء افضل كمان من كده بلال الاداء الدفاعي للنادي الاهلي النهاردة شوفته ازاي في بعض الاوات كنت بشوفه متميز الحياة الاداء الدفاعي ككل مش بس مش اداء دفاعي لwatch غاد عشر يعني اه MIT اه بزبط department الا 2 بس الحدل الا السنتر بالجارة بتقول النادي الاهلي الاهلي النهارده يمكن الاهلي ديونج انا بشوفه بالنسبée اللي من اللعبة المتميزة النهارده جدا رقم 1 يمكن بالنسبée لي من وجهة نظر الشخصية هو محمد الشناوي يجو في المرتبة رقم 1 بالنسبée للهر players لاداء النادي الاهلي الدفاع النهارده التغطيات اللي بيعملها كانت تغطيات هيلة جدا على الاثنين البكين في بعض الاثات كان بيغطي كان بيلعب جنب الاثنين السنتر باكس لعيب متميز جدا بيضغط بشكل كويس السلام متسالم للكرة رائع جدا إلا في قليل جدا من الاثات لعيب عنده إمكانيات رائعة جدا جدا إسلام معام رسولية كان بيقوم برضو بالواجب الدفاعي بشكل جيد جدا ممكن النهاردة الواجبات الدفاعية لمعظم لعيبة النادي لالي كانوا بيقدوها بشكل جيد جايد باستثناء الحاجات الفردية لها الحاجات اللي فيها سرعات الحاجات اللي فيها واحد على واحد فيها مهارة للعيبة النجم السحلي زي ما حصل في أول ممكن أول تالتة ساعة وكابتوسام يمكن حللها للتوتر اللي كان موجود دخول اللعيبة وهم عصابهم ممكن مشدودة شوية ده ممكن يؤثر على الأداء شوية الأداء شوية بتاع النادي لالي ولكن في معظم الأوات انت بتعدي بشكل كويس آه نص ملعب النهاردة في بعض الأوات ما كانش بتاع النادي لالي لأن العدد انت بتدفع في نص ملعبك وفيه تلاتة بيلعبوا تحت الفرد فالزيادة العادية موجودة في النواح اللي جميل عشان كده في أوقات كتيرة جدا tengan تشوف زيادة العادية من لعيبة النجم السحلي النهاردة في نص ملعب كانت امتلاكم الكرة جاية النهاردة كانت انتشرهم حتى في بعض الأوات لما باستلموا الكرة كانت انتشرهم جاية جدا يا فرأة الحقيقة بتجيد التحول يس falan بتجيد التحول جاية من الدفاعية للحالة جميل عندهم سرعة جدا باستلموا بشكل رائع جدا نص ملعبهم قوي جدا عندهم كانت رعا جدا ما بيفقدوش الكرة فنص ملعب بسرعة ودي ما يميز النهاردة نجم السحلي يمكن أنه ممكن تكون فرقة مختلفة تماما عن اللي لقابلناها في الدور في أول مباراة أول مباراة كانت فرقة بشكل كبير جدا 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 ويمكن برضو النهاردة يمكن أنا مع الكباتين باتفق إن وضعهم في المجموعة النهاردة برضو إداهم طمأنينة شوي إداهم ثقة كبيرة النهاردة هو مش فارق معاه يخسر يكسب مش فارق معاه عنده مباراة سهلة جدا على ملعبه فهو ضمن الصعود بالنسبة لي لكن الحقيقة النهاردة شوفنا فرقة مختلفة تماما حتى كمان عن مباراة الهلال هم أفضل بكتير جدا مباراة الهلال في التنظيم الدفاعي زي ما اتفقنا النهاردة بيلعبوا نص ملعب وبيلعبوا على الكاونتر تاكس وبيعملوا بشكل جيد جدا جدا وبيعملوا عملية التحول على الأطراب بشكل رائع جدا يهب اللي مساكنة لعيب ممكانات جيدة محطة جيدة يا كابتن واحدة واحد رائع جدا ما بيفخدش الكرة بسهولة عشان كده أنا بقولي يمكن الأهلي في الأدوارات الدفاعية كانت في صعوبة ولكن في أوقات كتيرة من المباراة كنا متميزين الحياة دفاعية النهاردة يا سلام تمام خلينا نروح لكابتن أسامة حسني طبعا كان في المباراة في ملعب استاد السلام يطمننا برضو على الأجواء الجمهرية ورؤيته لهذه المباراة كابتن أسامة زي حضرتك ومبروك مبروك مبروك الحمد لله كان متبكع على الصوت خطوة مع عرضة كابتن أسامة أسولة أبن فريب أسطرة فريب كبير فريب مستحدي أبنك لعيبة لخبرات كبيرة نحن كنا تتكلم موضوع معاك بلعب الأهلي نتكلم كنا تتكلم عن طور أمور النادي الأهلي والحمد لله المعارضة فعلا ظهر يعني دور ومعدن جمهور النادي الأهلي أنا كنتم توجد في مباراة من أول دي آخر دي وكل جمهور النادي الأهلي الموجود في الملعب المباراة كان بيشت اللعيبة ومستاند ومدعم وده كان شيء مهم الحمد لله الحمد لله يعني طبقنا تفير ربنا سبحانه وتعالى يعني نتكلم عن طور أمور النادي الأهلي المعارضة وقدر جمهور يخرج يعني آآ فعيد لكن يتبكر خطوة المهمة والخطوة الأهم هي في السودان إن شاء الله تكون يعني مباراة أيضا يعني غير بايت النتكلم إن شاء الله يدروها ويستعدوا لها استعداد قويس نصلاً إن شاء الله عندنا بيشتر حمس دي ممكن يعني يجاهز ويعطي اللعيبة شاء الله تفايس إن شاء الله المهمة جداً في المصر الأجواء الجماهيرية بقى سما يعني إحنا بقلنا فترة ما شفناش هذه الأمور ولكن النهاردة الحقيقة أجواء رائعة طوال المبارزة ما أنت بتقول ولكن أنت كنت متواجد بقى في وسط الجمهور والشكل العام كان عامل إزاي يعني كلمنا أكتر عن الجمهور لأنه يعني نوحي الفني هنتكلم فيه كتير لكن الجمهور بالنسبة لنا النهاردة يعني شابول حقيقة حاجة رائعة جداً النهاردة شيء رائع يعني رائع جمهور الناد الأهل صراحة يعني فاكر لما كنا بنلعب وكنا موجودين في الملعب وبتلاقل أستاذ نبيان وجمه يدعم حاجة زي يعني رحة زمان كده النهار لأنه إحنا شخناف ملعب رائع بقولك يا كبسان ده من التسخين ومن الإحماء وغور الناد الأهل المتواجد ده أعداد كبيرة جداً المساندة والدعم للدعبة من أول ديئة لآخر ديئة في المباراة يعني ما أطاعدش ولا ثانية في المباراة علشان كده يعني الحمد لله إن عارضة كان الروح عالية ممكن يكون الأداء إن عارضة الفني أو الممتع ما كانش عالي لكن في المباراة الكبيرة اللي ذاي دي مهم توصل إلى هدف بتاعك المهم إنك تكسطة في ثلاث مقاط عشان دي خطوة مهمة جداً عشان كده دي المباراة الكبيرة فبقول لك إن عارضة كان دور جمهور الناد اللي مهمة جداً أيضاً إن عارضة كان كيل عيبة في الملعب إن عارضة كانت على القدر المسلمية ومدرد مظلوم كبير يعني إن عارضة ديان ما شاء الله يعني رائع في وسط الملعب إن عارضة محمد الشناء والخضرات إن عارضة كان ليه دور مهم حالي معلول إن عارضة لما كده بنتكلم بالديموقراتية ويقول لها كان لازم ده ليه دور دفاع إن عارضة قام بالزور ده على أكمل وجه لكن ما شاء الله يعني كل اللعيبة النعارضة مازلت مفهود كبير لكن يعني يتبقى لفت الخطوة من هذه إن شاء الله دي يعني يكونوا يعني يستعدوا لها سياس كويس مع عفاينة إن شاء الله ويدوروا فراح ومهور الناد لها لخلال مبارك هيا للسجدان إن شاء الله الجمهور كان خارج مبسوط أسامة بعد المباراة آآ مبسوط جداً طب يعني مبسوط آآ مكسة بجان فريد محترم إذا أقول لك النعارضة يعني كان ليهم عامل مهم جداً يعني طرح لو كلمت من هنا البكرة يعني دور جمهور الناد لها لخصطة انتبورات النجمال نهاردة لأ نحو دور مؤثر كان هو إن لا أدراكب واحد في المباراة النهاردة يعني شابوه فعلاً مرنت لها النواحد التنظيمية كانت جيدة الأمور كانت جيدة ما فيش أي حاجة آآ 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 أعاق دخول الجمهور الحقيقة للمباراة خالص من البجري والناس داخلة فيه سهولة في الدخول انك توصل للكرسي بتاعك انك تقعد الحمد لله كان يوم جميل من بدايته وحتى نهاية المباراة كل الدنيا ميسارة والتنظيم على يعني كالرائع نار انا مشكورك جدا يا كابتن اسامة والف مبروك انا ادرك فيك وضحياتي لزيوفك وان شاء الله كمان يعني ربنا يتمعنا خير في وقت الالي السنة القادمة ان شاء الله الف مبروك ربنا يا خليج يا كابتن اسامة يعني اعتقد كلام مهم جدا وبالنسبة لنا الحقيقة دايما ما بننساش دور الجمهور الكابتن الامام حضراتكم كلهم كانوا موجودين في الملعب يعني في الملعب خلال 30-40 سنة الاخيرة بقى باختلاف الاجيال فكلهم عارفين قد ايه ان الجمهور له دور مؤثر ودور كبير جدا مهما نقول زي ما اسامة بيتكلم مهما نقول ومهما نعمل عمرنا ما حنقدر ندي للجمهور حقه خصوصا في مثل هذه المباراة اه الاداء نعرف ان فيه بعض الامور ولكن صدقوني في مثل هذه المباراة الخروج بالثلاث نقاط هو الاهم لان المباراة القادمة هتكون اصعب واصعب بشكل كبير جدا جدا لانه اداء النادي الاهلي هتشوفوه بقى ان شاء الله في مباراة الهلال السوداني واعتقد ان ده كلام يعني كلنا مستنيين وكابتن شريف الحمد لله زي ما بيقولك احنا النهاردة المكسب بيخلينا بنكسب حاجة كتير قوي من خلال المباراة دي استعداداتنا حتى المباراة الجاية بشكل مختلف بقى يعني زي النهاردة النجم مكان جاي بارتيحية كده وبيلعبك عنده راحته بيستلم الكرة ويسلم ما ما فيش غلق فيش حاجة ضغط عليه هو النهاردة وحتى رايح لعيبة كويسة قوي اللي هو ننزلهم في الآخر عمر كوناتي وحمزة الأحمر دول لعيبة جامدة جدا عنده وبناقل حركة كبيرة او في الملعب ليه انما هو شايف ان هو يحتفظ بيهم للمباراة الاخرانية اللي هي بتمثله الصعود النهائي بالنسبة للمجموعة اول او تاني فانت النهاردة بس وانت بتلعب النهاردة برضو حسيت قد ايه بقوة الناد لأهلي قوة الناد لأهلي بما حضر يعني دايما الظروف اسلام بتوسلك انك انت بتلعب بفرقة بيبقى فيها تحس ان نهاردة نقصك اتنين تلاتة لعيبة معينة لو موجودين في الملعب يعملولك تفرج بيرة جدا يخلي النتيجة دي اعتقد انت بتتفرج مطمئنة اكتر مطمئنة التنفيذ حجمات معينة يعني حتشوف عائل معلول اكتر اه في شكلية وجومية ودفاعية لما بيكون مسلا معاه الدويتو بتاعه المثلاثات اللي احنا كنا بنشوفها تلات لعيبة اجايب يبقى متحول تاني لما يبقى رمضان صبحي مع معلول عندك كوة ضربة لما بتكتابل عندك برضو بتديك شكل اللي احنا نقدر نقول عليه ان ان شاء الله لما نطلع في المجموعة احنا هنقدر ننفس ونوصل للنهايات فالناس فاهمة دلوقتي الناس بقت فاهمة كرة كويسة وعارفة انك انت لما بتنزل بالتشكيل معين اللي حصل النهاردة الاهل بيما حضر فعلا بالارادة كل لعيب عمل اللي عليه وزيادة معتاقد يعني واحد زي احمد الشيخ النهاردة السبب الهدف انه هو عد من واحد واثنين وثلاثة وانت كنت تطالب البونضوع ده لننظم عندك شخصية وبلال بيقولي انها نفس اشوف العيب بيعد من واحد واثنين وثلاثة وبيضرب خطوط وهو ده الهدف اللي احنا جان اتكلمنا عن العالم علول ازاي بيوصل لغاية هناك ويلعب الكرة الورى ما بيعملهاش بالعرضية وده اللي حصل فعلا ان الكرة جات بنفس الشكل وقلشت من احمد الشيخ المكمل وراحت لحسين الشيحات انما كان فيه رغبة فيه اتاكنج فيه رد فعل ازاي انا يتهجم علي وكورتين يروحوا عند حاجة المرمى بتاع الشناوي وانا اللي بطلع الكرة مشانا اللي رايح اجيب جول فدي التفرة اسلام اللي حصلت في الهفتايم يعني انا حاسس ان مهما حصل لنا في اول هفتايم وهو ما شاركونا في الجيم انما احنا كنا في الشوت الاولاني افضل نتيجة وتهديفا وبنهددهم عن الشوت التاني الشوت التاني بينها اخلاص انت عارف انت بتريح بقى لما بيجي لكذا بتحاول تستاضي انت اللي بيقيت عايز تستاضي الهدف التاني اللي بيديك الامان فالعيمة كلها هتشوف الماتش وفايلر طبعا هتشوف الماتش والدنيا كلها هنواكب بإذن الله التكملة في كل شيء الخطوط الحاجة دي عشان اول ما نطلع بإذن الله لدور التمانية في قاعدة تاني وفي كلام تاني وفي حاجة كتير طيب كابتل أسامة الشوت التاني الحقيقة شوت وقعي وخططي جدا سواء من فيلر او من جريد مضبوط من هذا الاهلي خد هدفه من الشوت الاولاني ادري جيب جون وقلنا هو نهى الشوت الاول افضل من الجزء الاولاني في الشوت الشوت التاني ابتدى يبقى فيه تحفظ شوية فيه تماسك في الخطوط الدفاعية في المقابل النجم الساحلي ابتدى يعني بيحاول يرجع للقاء وعمل أكتر من هجمة من الجنب اليمين او الجنب الشمال ولكن ما كانتش بتكتمل لكن ابتدى يسيطر على وسط الملعب شوية ابتدى يحاول يطلع للأمام واحنا في أوقات كنا بنلعب على أخطاقهم في نص الملعب او على هجمات مرتدة يعني يمكن فيه كورة حلوة اوة عملت من مروان اتقطعت وما تلعبت له في الجنب اللي مين رقص اه وشاطها بجوار القائم دي يمكن أحلى كورة لنا في الشوت التاني عملها كويس قوي اه فيه كورة لليانج لو بس خد قرار انه انه يعملها مرة واحدة لكهرباء كانت انفراد لكن هو اتأخر فيها لكن ايليو ديانج اه باعتبره اه نجم اللقاء الاول مع الشناوي اه لانه هو ارتفع اداءه اه يمكن اول تلت ساعة كان فيه لغبطة شوية بعد كده ابتدى ارتفع اداءه وارتفع جدا جدا في خلال الشوت التاني اه يعني علي معلول مثلا انه عمل شوت الاولاني هايل يمكن الشوت التاني ابتدى يتحفظ يتحفظ وما بقاش ينطلق زي شوت الاولاني يمكن خد تعليمات لان الهدف اتحقق في الشوت الاولاني بالهدف بالجون اللي جابه اه اجاييه الشوت الاولاني برضو على فترات لكنه عمل جهد اه كبير عمر السولية برضو الشوت الاولاني اه يعني كان معقول جدا الشوت التاني شوية لكن الشكل العام للنادي الاهلي في الشوت التاني بتدى ياخد انك انت بتقفل اه الخطوط الخلفية وبتحاول تقرب خطوطك من بعد نص الملعب اه لا مفيش الشوت التاني مفيش خطورة ليهم يمكن هما ليهم كورتين الشوت الاولين اللي كانوا خطر لكريم العريبي اللي قلنا عليهم في بداية الشوت لكن مفيش خطورة حقيقية او الشوت التاني ليهم اه الشنوي زي عدته صراحة مستوى هاي لو مدي ثقة حتى لو ما بتروحش على الاعقاد الخطر بيقدر الكرات العرضية والكرات الملعوبة طويلة في الامام بيطلع يخدها بكفاءة اه الشوت ميش على وطيرة واحدة اه مفيش خطورة هنا كبيرة ومفيش خطورة هنا كبيرة لكن نادي الاهلي ابتدى يحافظ على الهدف اللي جابه ثلاث نقاط اه والثلاث نقاط ويحنا قلنا دي اللي كانت اهم بالنسبة للنادي الاهلي في المرحلة دي وطبعا لما نيجي بقى نتكلم على التغييرات بعد كده اه نطلع نشوف المؤتمر الصحفي لريني فييلر المدير الفني لنادي الاهلي وماذا قال بعد نهاية هذه المباراة وفوزه بثلاثة نقاط وتصدره لهذه المجموعة وايضا اخوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي النجم وهزمته اليوم من النادي الاهلي نطلع نشوف هذا المؤتمر ونرجع نكامل معها نتكلم لنقوم بنا نقوم بنا ابتعدο ١٢٥ بين الاهلي والدفوال في تونس و episodes تونس لانظر Those are for the team الاهلي نتكلم دعنت اصبح المدد دبست سوف أتكرارهم عنها عن المتابع عن كيف يعتقد أنه يحصل على المتابع ونحن نحصل على المتابع أكثر الآن حوالي رجالي الآن سوف قام بنا برد هذا المبارأ كانت قدام خاصة كبيرة المرش كان حالة بدانية تاعت الفرق التين كانت كويسة وكان في التحامات كتير احنا الشوت الاول 45 دقيقة لعبناهم كويس وسجلنا هدف الشوت التاني لحد فرصتين او اكتر للفريق التونسي كان ممكن نسجله واحنا برضو حاولنا نحن نسجل في الاول الشوت الاواني عشان عافلنا نسجل الشوت الاواني او سجل بدري بقدر يمسك المباراة اكتر هذا ما حصل وسلم نعملو وحنا نحن نحن سجد مباراة وكان فعلاك نفض مهم بالنسبة لنا عشان ننفيس في داعوا المابس احنا مشترك جيدا نعلم نسجل العام وقد اعبرنا وقد كان يصمد المباراة على مسان الشوت وقد اخبرنا الان حيث نحن بكمن كيفي بها العمل من اعتبرنا عبر مما نسجل بماراة لأننا اعتبرنا أننا سابعنا لاحقا ديقاء80 من مجرية كيفي تینكول مباراً كانت صعبة وقدموا نفس صعب بالطبع عندما بدأت المجموعة نعرف أنه كان مجموعة صعبة وكما قلت قليلاً كما قلت قليلاً، لتعقض المجموعة لتعقض المجموعة قلت قليلاً كانت المباراة معقدة لأن الوضعية كانت معقدة لفرق حتى للأهل المصري ولكن اليوم، أعتقد أننا نتعقض المجموعة جيدة في البداية، أتذكر أننا نتعقض المجموعة جيدة لكريم وقدمنا مردود جيدة وكانت أول فرص لكريم ولكن العقلي، العقلي مجموعة جيدة، وكانت قليلاً قليلاً وقدموا مجموعة ثلاثة وقدموا المجموعة وكانت تردت الفعل من الأهل المصري وكانت فرص للتهديف وكانت الهجمات صعبة وكانت بعض اللحظات الصعبة في المباراة وفورص الأهلي كانت أكبر ولكن في الثاني قدامنا مردود أفضل بكثير من الشوط الأول وكنا نستحق التعادل وكنا قريبين من التعادل أعتقد أن ضربة الجزاء التي كانت على كريم العريبي كانت صحيحة وكنا نتسلم أن نكون نبدو كبير entendeu لحفي قريبين� أعتقد أن الإجابة يتعامل مع الكثير من الأشياء في المناطق اليوم ونحن يجب أن نقوم بشكل جيد من الأشياء في المناطق ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ما هذا يقول؟ نعم 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 قلنا نعبرت عن رأيي على لطاة ضربة الجزي و قلت أنه في عتقى ضربة الجزي ترجمة نانسي قنقر 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 شكراً، شكراً، شكراً طيب، ده كان كلام ريني فيلر وإخوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنادي الأهلي والمدير الفني لنادي النجمة الساحلي عايز أخذ تعليقات من حضراتكم على المؤتمر الصحفي وكلامهم في المؤتمر الصحفي جميع التساؤلات اللي احنا كنا بنكلم فيها على التشكيل فهو مبران رد مثل ريني فيلر على الصحفيين والتساؤلات اللي هو في عدم موجود لعيبة معنا كانوا بيأملوا ان هم يكونوا موجودين يعملوا حالة ربط أو حالة إقاع في المدى إذا متعودين هم سألوا على لعيبة ما بنشوفهاش بتقعد مختفية فجأة وفجأة بنلاقيهم بيستمروا زي ياسر إبراهيم والناس راجل قال لهم أنا دي حاجات فنية بالنسبة لنا أنا المسؤول عنها وأنا اللي ببقى شايف حالة اللعبين كلها وأنا اللي بختار الفريق وكلهم بالنسبة لي السواسية وكل الناس هتلعب وكل الناس أنا اللي بشوف أنت اللعيب هو يقدر يخدمني في هذه المباراة وفي كل سناريو بيبقى له رجال معينين واحنا زي ما احنا بنطبق الكلام معاه وبنأكد اللي هي هو بيقوله في الفترة اللي فاتت دي كلها حقيقة خلى لمستوى الفرقة بما حضر يعني لعبة كلها في وقت من الأوقات احنا بنقول ما عندناش إمكانيات غير اللاعب نفسه هو اللي بينزل للملعب بيثبت أنه عنده جرأة عنده شخصية عنده شخصية في النادي العالي بيجيب أهداف بيغير من نتائج مباريات فبيستحق أنه هو ياخد الرؤية فدايما الجماهير والصحفيين والدنيا بتدور على لعبة اللي هي النجوم بتبقى لايما عايزة تشوفها في الملعبة وراجل رد الحقيقة بكل اقتنائل حال فنية دي بتاعتي أنا وأنا اللي بكرر امتى اللاعب بيبقى موجود كابتن أسام هو واضح طبعا من مؤتمر حاجة كويسا للاثنين مدربين واضح محتاربين بعض وطبعا برضو مستر جريدو عشان ماسك النادي الأهلي يعني برضو بيتكلم باحترام يعني برضو وبالنسبة لمستر فيرال جاوب على التساؤلات اللي كانت بتتوجه له سواء في التشكيل أو كده والحاجة المهمة اللي هو قالها أنه كل اللاعبين مهمين ودي في نادي زي النادي الأهلي بيلعب في بطولات كتيرة ومطالب أن ياخدها كلها سواء دوري كاس إفريقيا فيه لعبة كتير في المنتخب المصري بيروحوا يمثلوا منتخب ولذلك بتلاقي فيه ناس إصابات كتيرة واحد مهم جدا زي رمضان فترة وليد فترة حمد فتحي كان أساسي قبل أليو ديانج وكان مؤثر جدا ناس كتيرة تصابت وبعدد فمهم جدا أنه اللاعب اللي هو مش في الأساسيين يبقى عارف أنه لما يلعب ويقدي أنه هياخد فيه مدربين ممكن يقفلوا على عدد معين بس وخلاص ويعملوا الباقي لكن هو دي تكلم فيها كويس وفعلا فيه فترة يعني فيه ناس ما سمعنا أنه كان بيبعد خالص ياسر إبراهيم من حساباته ياسر إبراهيم بقاله 3-4 مطشاط بيلعب أساسي فلعب النهاردة أيمان أشرف كان بيلعب على طول ما لعبش أفشة كان أساسي على طول وحتى فيه أوقات بيقل فيها شوية بس برضو بيلعب لأنه مهم النهاردة لقين بره فدي نقطة كويسة وأتكلم فيها أنه كل اللاعبين مهمين يعني دي أكتر حاجة أتكلم فيها ويعني يمكن فيه أسئلة بعد كده بقى خارج شوية لنغتاق الماتش لكن الاتنين اتكلموا بشكل كويس وبشكل احترافي ويعني إن شاء الله أعتقد يعني أن الأهل والنجمة عندهم فرصة كبيرة أن يوصلوا للدور الجاي بلعب بص أنا بحترم وقعات فيلر يعني هو بيحترم كمان الأسئلة وبيحترم نفسه الإجابات على الأسئلة الحية يعني هو لما تسأل عن المباراة قال لك إحنا قدينا الشوط أول بشكل جيد كنا الأفضل في معظم أوقات المباراة الشوط التاني كان الأداء سيء لأن النجم السحلي كان عايز أنه يبادر الأهلي أو عايز أنه يدخل في المباراة تانية أو يرجع في المباراة بهدف بهدف التعادل وده الحمد لله ما حصلش ولها اللي قدر يكسب إجاباته في بعض الأواة بتبقى أو في معظم الأواة الحية بتبقى منطقية لما تسأل المباراة اللي فاتت عنه تاني بأن نفس الكلام اللي حضراتكم بتقوله بالضبط لما تسأل عن صالح جمع قال دون تزوية بالضبط يعني شافعة يعني أرضا برضو بتسيل عن مجد أفشا برضو بيتكلم الراجل بمنطق المدير الفني من حق على فكرة ما فيش مدير فني هيطلع يقولك أنا لعبت يعني حتى لو تفتكر أيام صح طبيعي 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 كان دايما بيحصل كده لما يسأل قوله بعياتي فلال ليه يعني صحيحة ما تخصني أنا متخصني أنا متخصش حد المانول كان بيقولها كده دي ما تخصش حد نتخصني هو رجل مش هيقولك أنا طلعته عشان خاطر المباراة لا أولا قالك أنه فيه في بعض يعني كرة القدم فيها متغير كتير جدا صح وفيه احتياجات كل مباراة اللي يحتاج هو ممكن يكون شايف النهاردة أن مجد قفشة ماهوش احتياج في المباراة وده ممكن تكون وجهة نظر مدير فني يخبرك يا اسلام مدرسة يعني؟ مدرسة مدرسة من المدارس الحاجة اللي هام من كده أن ياريت الأسئلة تبقى داخل إطار المباراة يعني هنا تلات ربع الأسئلة بره للحوار ما جهستش ده ليه جهست ده ليه ده بيلعب ما بيلعب يعني ده مؤتمر صحفي للماتش لأستاذ الأخوة أستاذة أخواتنا طبعا للصحفيين يعني عشان يبقى فيه استفادة أكبر للناس المفروض السؤال يبقى داخل إطار المباراة تغييراته بقى النهاردة كابتن شريف كهرباو بدل أحمد الشيخ في ديئة 54 ثم وليد سليمان بدل حسين الشحات في ديئة 74 ثم آليو باجي في ديئة تسعة وتمانية إحنا وحاب للمباراة وكنا حاطينا بشي تغييرات دي تعلينا قلنا دكة قوتها في كهرباو باجي لو يحتاجوا كفرود تاني في غير نتيجة مباراة ووليد سليمان يعني بس كانت الحكاية دايما إحنا في ظروف أي مباراة بيبقى ليس سليمان التغيير الأول وبعد كده كهربا النهاردة هو شايف احتياجات الملعب محتاجة آآ لمحمود كهربا إنه يكون آآ مكمل مع مروان محسن في هذا الشكل في هذا المكان وخلاص يعني حسيني شحات آآ وأحمد الشيخ أعتقد عمله المجهود المبزول آآ المطلوب منه محاولة الدفاع كمان يعني بيرجعه للتحت كتير قوي حتى يعني ليه إحنا ما بيبقاش في بقرة الثمنتاشرة لإن حتى مروان محسن بيرجع لغاية نفس ملعبك وبالطرف كتير قوي برده آآ والأكبرنا على كده حالة آآ الهدوء اللي موجودة في النجم وبينقلوا الكرة صح فاللعيبة كان عندها أقراضة كبيرة جدا أن هما يغيروا من أماكنهم مع بعض يعني مكناش عارفين إحنا زي ما أنت قلت حسيني شحاتف هل بيلعب ناحية الشمال كويس ولا ناحية الميديو طبيعة المباراة نفسها بتفرض على اللعب بتحركاته في المباراة صح فتغيرات مكنعة جدا ودي كانت الكوة اللي موجودة على الدكة صح طيب كابتن قسامة هتفتكر نزول أليو باجيت تأخر شوية أو تغيير أليو باجيت تأخر شوية هي بص اللعيب الجديد ده اللي هو أول اللقاء لي بصد سؤالي الناس الناس عملا تقول لي أليو باجيت تأخر شوية فيها مدارس في ناس مدربين اتمررنا معاهم أو ساعدناهم ممكن اللعيب الأجنابي ده اللي هو الأرصد المحترف يعني اللي جايلك من فرقة تانية يلعب ويبتدي بيه على طول يعني فيه مدربين كان ممكن جدا النهار ده يبدأ بأليو باجي بس هي فلسفة حصلت مع الناس كتيرة معنا يعني وفيه واحد يقولك لأ أنا فيه بلعب بشكل معين وماتش مهم أخلي الشكل اللي أنا بلعب بيه وممكن أنزله في جزء من اللقاء ده لي وجهة نظر وده لي وجهة نظر واضح أنه مستر فارق خد وجهة النظر التانية أنه أنا أخليه وأبدأ بمروان اللي أنا بيلعب معايا على طول وكده وأعتقد طيب خلينا أروح ليه معلشة كابتن سيد عبد الحفيز ده معنا على التليفون كمان ده كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة طبعا في النادي الآلة كابتن سيد زي حضرتك وألف مبروك كابتن سيد زي كنت وكابتن شريف وكابتن دار وكابتن مسام مسام عرابي كابتن مسام عرابي زي كابتن سيد ده ثلاث نقاط ههمة جدا استطاع النادي الأهلي بهم أن يتصدر جدول أو يتصدر مجموعته في البطولة الأفريقية أداء جيد طوال شوطي المباراة يعني كلمنا أكتر عن هذه المباراة والصمع هي المباراة اللي إذا كده بيبقى فيها لما تحتمل شغل طريق واحد وحاجة واحدة بسيات هي فوز بيبقى فيها بعض الأوقات بيبقى فيها طواطق بخصوصا لو كانت النتيجة قريبين كنشتر الأولين والعزززني الهدف هدف ثاني أعطيت أن الممكن شوز ثاني كانت بيبقى فيها ارتحية وكان في إبقى يعني ممكن تبقى فيه الأمور أحسن كده كمان لكن خوفك على الثلاث مقاد في حسابات المجموعة وتتقرب على خطانها وتتقرب على نهايتها كان بالنسبة لأي فريق في العالم يعني بحريص جدا أنه ينهل مباراة بشكل دائم الحمد لله طبعا على كل شيء يعني أنا عايزة أبقى أن هي مباراة في المنتهى الألمية في الصراعات السلاثة وما بين الأهل والنكم والهداد لكن مجرد ما ركبنا الأتوبيس أعطى أن الأمر بالنسبة للنكم وقد تظننا هذا الحديد من الشيء ناكس يعني انتهى وأتأثر محمد لأننا عزنا مباراة طرية يعني إن شاء الله رحمن بإذن الله أن نأخذ فيها اللي احنا عايزينه ونرجع بالنقاط النقاط اللي احنا عايزينها بالنقاط اللي احنا عايزينها بإذن الله التالت ساعة الأولى والألأ اللي كان واضح على اللاعبين يا كابتن سيد وضع طبيعي يعني وضع طبيعي يعني حسابات المجموعة كانت غريبة شوية يعني انتهى لي المجموعة الوحيدة في الأربعة اللي حسابتها في الشكل ذات يعني حساباتها الشكل ما الشيء بالشكل ذوت يعني إذا هتلاقي افصل على الثلاثة من هناك أو الثلاث مجموعة من هناك هتلاقي يعني مرة بعدها هتلاقي سبع نقاط وتسع نقاط وصلت أي أن كان لحسابتنا وجزيرة حسابتنا أنا أحادي مباراة يعني مباراة خاصة والحديمة والأهد والأهد في المستوار كون في الوقت الحالي مباراة مهلال السودان طبعاً من جيبنا بقربة مبرح من الكافل حاكم اللقاء هو رضوان جيد اللي كان بحاكم اللقاء نهاردة ما بين اللي حديث معيدي وحاكم مغربي أتمنى أتمنى يا رب اللي يبقى في المباراة بالشكل ذا عارف كويس قوي احنا هملا عم مباراة سبيرة مع فرعة سبيرة ومختارها 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 وفقارها ومشارة رحمة الدين بقى تخرج بالشكل اللي يبقى فيه من هذا المثل او تليد بها في السبعة الندين انت نعرض تتكلم على جومي واحد من أفضل الفكارات الموجود ما تحسش به يعني هنا حتى لو فيه حاجات وانما تعتمد مش موثقة هو فيها تمام لكن الأخصاء اللي هي زي العيب بكورة ناشا عرحمة الدين بمبارك بريستة وانشا عرحمة الدين نرجع بال ماحن عايدين وانحق الصبحة وأفدناها بعد المصر مباشرة يعني اللي خلنا العيبة وبلسنان ومقول حاجة لكن في النهاية عندنا المباراة هي الأكم في مشوارنا الافرتي الزنادي هي مباراة هل هو مصاب أو حاجة أو رؤية فنية او ناذا اه يعني هي رؤية فنية للجهاز الفاني. اه لأ مش حاجة فالله. يعني متواجد في التمرين بكرة عادي. موجود في التمرين العادي ان شاء الله. اه طيب ده مهم جدا لانه طلع بعض الكلام على السوشيال ميديا انت عارف طبعا اول ما بتلاقي حاجة زي دي بتلاقي كلام على السوشيال ميديا فاحنا بنقطع هذا الكلام تماما ان مجدي افشا مش مصابه هيكون متواجد في التمرين بكرة عادي. طيب كابتل سيد استعداداتك بقى للمباراة القادمة هل آآ بدأت تستعد ده انا عارف ان انت مستعد قبلها بكم يوم كمان عشان آآ السفرية القادمة آآ مباراة الهلال. احنا عندها تمرين بكرة وقبل التمرين هيبقى محاضرة للتأكيد على الموضوع ده. والتأكيد على على آآ آآ داريو ونحكب الساحلي تيف الخالص. تداريو المعقول له تيف الخالص. ما عندنا نشر حاجة واحدة بس آآ هنتركز فيها ونتكلم فيها وهنتحضر لها ونشتغل عليها اللي هي مباراة الهلال. انا عارف ان انت عارف الاجواء هناك عاملة ازاي والامور ماشية ازاي. وفي الاخر ناديين كبيرين الحقيقة سواء نادي الاهلي او نادي الهلال. اي حاجة حتعوق هذا الكلام ان شاء الله كابتن سيد انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة في نادي الأهلي وزي ما حضراتكم سمعتوا من الكاب سيد أفلنا أو فريق الكرة أفل خلاص مباراة النجم السحلي وينتظر أو ينظر بقى إلى مباراة الهلال لأنه بالفعل هي مباراة النجم السحلي انتهت النهاردة اللي عايز يفرح يفرح اللي عايز يتبسط يتبسط اللي عايز يقول الأداء مش كويس يقول اللي عايز يقول الأداء كويس يقول اللي عايز يقول أي حاجة يقولها ولكن من بكرة إن شاء الله المساندة واجبة للفريق لأنه المباراة القادمة هي مباراة التأهل الرسمي للنادي الأهلي تخيلوا حضراتكم 10 نقاط النادي الأهلي عنده 10 نقاط ولم يتأهل رسميا حتى الآن في فرق في المجموعات الأخرى 7 و 8 نقاط وتأهلوا إلى الدور التالي وبالتالي هي مباراة صعبة ومباراة مهمة في النهاية هي مباراة كرة قدمة يا كابتن شريف مباراة الأهلي طبعا طبعا وأنك تريد أن أعكد بس خلاص يعني هل المباراة خلاص على ملعب من درمان خلاص موضوع منتعي الفكر اللي بيفكر فيه لعبة للنادي الأهلي دلوقتي والإرادة اللي هي مصاحبهم من الفوز المعناول اللي خدوا النهاردة رغم الظروف اللي تعرضوا لها أعتقد بلاي لقسامة مش هنتعرض قد اللي شفناه النهاردة في المباراة مش هنشوف هجوم علينا بالشكل الشرس ده استحواز في الملعب هنوبحنا رد فعلي بس أعتقد أن في رئيس المادي الأهلي وملعب المدرمان تقدر تلعب كرة أكتر استحوازا من هذه المباراة اللي احنا لعبناها النهاردة لأن انت هتبقى عندك ارتاحية أكتر في هناك لو أنت بتلعب على ناتجتين وسلام طبعا لو أنت عندك الحافز الأول أنك أنت يبقى ليك سبق التهديف في المباراة هناك ففيها حاجات كثيرة أو دوافع حاجات كثيرة أوي أعتقد زي ما هو بيقول عنده تمرين بكرة ومحاضرة هتوصل للعيبة والعيبة هو واصلها خلاص يعني بقى عندهم خبرة كبيرة جدا في الموقف اللي هم فيه فمطلب شخصي بالنسبة للعيبة أنه يبقى في الكوارتر فاينال بإذن الله إن شاء الله كابتن أسامة لو عندك كلمات أخيرة تقدر تقولها في عادي المباراة النهاردة يعني؟ نهاردة نهاردة هو تحضير طبعا للمباراة القادمة طبعا النهاردة مبروك التلات نقط وكان مهم جدا حتى معنويا والهيبة النادي الأهلي مبروك طبعا لكل الجماهير الناس مجلس الإدارة الجهاز الفني اللاعبين عملوا جهود كويس بس زي ما قال كابتن سال عبد الحفيز أنه من بكرة خلاص لازم نفكر كويس قوي في مباراة الهلال السوداني لأنه الهلال ممكن يكون عنده كان بعيد قبل مباراة اللي كسبها في النجم الساحلي في تونس لكن وغير ثلاث مدربين لكن الدوافع زادت عنده بمكسبه في تونس ثم مكسبه مع البلاتينيوم وبيلعب الرقم واحد في إفريقيا فاللعيبة هتبقى عندها دوافع كبيرة أن هي توصل في المجموعة فلابد النادي الأهلي يواجه الفرقة دي ذهنيا ونفسيا قبل اللعب لأنه الهلال هيبقى بيلعب بحماس شديد جدا لأنه جماهيرهم كلها تبقى مسندهم ولكن عندهم أخطاء كتيرة في الخط الخلفي يعني هما دلوقتي ما بقاش بس محتاجين تعادل هما محتاجين مكسب فممكن جدا نادي الأهلي بفكر وهدوء أعصاب وثقة أن يستغل الأخطاء اللي ممكن كتير يقع فيها مدافعين الهلال خاصة أن هما يبقوا مندفعين للدفاع غير طبيعي في ملعبهم عشان يكسبوا اللقاء ويوصلوا يعني فالمباراة تبقى صعبة لكن النادي الأهلي قادر لأن النادي الأهلي رقم واحد في إفريقيا وعنده لعيبة كتير ونتمنى لعيبة اللي هي تبدأ تجهز زي رمضان صبحي زي أفشة ربنا يكرمه الناس اللي هي بيعدت النهاردة لأي سبب أو اللي كانت مصابة وقريب أنها ترجع يكملوا مع اللعبة اللي بزلت جهد كبير النهاردة طيب قبل بس ما أخد كلام كابتن بلاي خلنا نروح لحكمنا الدولي الكبير كابتن ناصر عباس برضو نعرف رأيه في طاقم التحكيم لهذه المباراة كابتن ناصر إزاي حضرتك تحيات لي كابتن إسلام وتحياتي لوزيفك الكرام الكابتن شيفة عدمينة والكابتن عسام عرابي والكابتن أحمد ملاي والكابتن بنول ألف ألف مغلوب للنادي الأهلي على الفوز المهاردة ونتمنى إن شاء الله بإذن الله الفوز في المباراة القديمة طيب يعني عايزة أعرف برضو رأيه حضرتك النهاردة في طاقم التحكيم لهذه المباراة فيكتور جوميز وبعدين بقى نتكلم بقى أكمل كلاما حضرتك أولا كابتن إسلام النهاردة بالنسبة للحكم فيكتور جوميز أعلمني النهاردة إن الشخصية التحكمية النهاردة كانت موجودة للحكم زي ما قلنا الشخصية التحكمية هي تدير وتحكم في نفس الوقت عندنا أحيانا بقى في حكم يحكم مباراة فقط وعندنا حكم يدير ويحكم هو النهاردة كان عنده شخصية تحكمية في حقيقة طبعا أدار المباراة بإمتياز النهاردة كمان عنده فهم لي الجيد للقانون فورة القدم وعندنا حاجة مهمة للإسلام أن تمنت الشخصية بتدل على القرارات يعني هو في ديها ثلاثة تقريبا من الشيط الأول أشهر بطاقة طفرة للعب نجم السحلي محمد بن عمر ودي كانت نتيجة استخدام الزراع وهنا لم ينظر أبدا للتوقيت بتاع الإنذار أو إن هو الإنذار بدري ولم يتردد فيه إن هو أشهر بطاقة وكان قرار سحلي جدا جدا بعدها على طول لما لقى فيه اعتراض من الجهاز الفني للنجم السحلي راح الأول وحذر وكان هاجي جدا جدا مش منفعل حذر المدين الفني وليه في ديها 79 أشهر بطاقة صفراء طبعا نتيجة للإعتراض حاجة مهمة في الإسلام النهاردة كان معيار احتسابه للأخصاء الفنية والعقوبات المضباطية كان صحيح بشكل كبير بختلف معاه بس باستخدام الزر مراه المحسن اللي هو كان في ديها 80 أعتقد هو كان الزر جرمس الحق لأنه المروان هنا كان بيرعب على الكرة ولم يرتكب مخالفة بالإستخدام بتعاون كمان في الميزة النهاردة كمان هو استخدم اليقر بطانية بكل عناصر هيكات الإسلام على مدار الشرطان اللقاء استخدم السرعة القصوى والتواجد في المكان الصحيح لحظة بكابل المخالفات كان تعاون النموذج بينه وبنحطان المساعدين المساعدين كمان قدوا مباراة بشكل كبير جدا جدا بس نحالة واحدة بس في الشرط الأول عند المساعد رقم واحد بشكل عام التحكيم نيجي النهاردة كمان إسلام وقلنا دايما الحكم لما منحسش به في إدارة المباراة هو كان ماجح وهو دا اللي دائما ما يطلب بيه كابتن ناصر النادي الأهلي أو ما يطالب بيه نادي الأهلي دائما وهو التحكيم العادل أنا ولا قلت إن أنا عايز كذا ولكن أنا كل اللي بقوله إن أنا عايز حكم عادل يديني حقي ويديني الفريق التاني حقه برضه أكد على كلمة التى اللمgetين الأسلام هقول حاجة كمان مهمة ممكن كنت هقولها النادي الأهلي نه discussed أداعي النادي الأهلي والإزام اللاعبين واحترامهم من البرات التحكمية هما برضه كانوا سبب كبير جداً في النجاح الحكم يعني 청ن الماضي النهاردة الأداء النهاردة للنادي الأهلي من الفرق اللي هي ما بتعتقدش ما بتحترم قرات التحكمية ونهaredا كانت أداعي النادي الأهلي نهاردة westوجة كبير كان فيه أداعي الحكم أنا أتمنى أن يكون هذا التحكيم موجود في المهرات القادمة والحكم المغربي اللي أدار مباراة الإسماعيلي والاتحاد هو اللي حيودير ردوان جيد أعودوا الحاجة بردوان جيد من الحكام اللي هم حكام النغبة الأفريقية اللي هم عدوم بردوان شخصية كابتن ولم يتأثر بأي ضبور جمهورية لما تأثر بعمل الأرض ويمكن إحنا عاوزين زي ما حصل النهاردة بكتر جميز النهاردة أدى بشكل ممتاز نتمنى أن الردوان جيد الحكام المغربي لم يتأثر بطغوط الموجودة لأنه زي ما قلت أن الحكم وشخصي الحكم يتسوي كتير جدا جدا في العدالة التحكيمية أنا أشكرك جدا يا كابتن ناصر وجودك معنا يعني أعتقد كلام وافي عن طاقم التحكيم كابتن بلال لو عندك كلمات أخيرة تقدر تقولها على مباراة اليوم وأيضا على استعدادات النادي الأهلي للمباراة القادمة بالنسبة للمباراة اليوم طبعا مبروك للنادي الأهلي النهاردة زي ما اتفقنا كابتن إسلام أن المباراة في مباراة أنت عايز تكسبها محتاج فقط أنك تكسبها زي مباراة النهاردة كده عشان تديك الدوافع للمباراة الي بعدين يعني النهاردة أقسبت الأداء ما كانش يعني بالشكل المطلوب اللي احنا عايزين ولكن أنت المطلوب منك النهاردة والثلاث نقاط في بعض الأوقات بتحتاج أنك تكسب في بعض الأوقات بتحتاج أن أنت ما تفقدش نقاط المباراة حتى وإن كان أداك سيء وهي دي الفرقة الكبيرة في بعض الأوقات بتلعب على الحيطة دي أنا حتى ولو الأداء مش جيد فالمكسب هو التارجيت أو هو الهدف بتاعي أشتغل عليه حاجة تانية والأهم بحتاج مستر فيلر أن يدرس بشكل كبير جداً فريق الهنال السودان فريق الهنال السودان عنده نقاط ضعف كبيرة جداً ومهمة جداً عنده نقاط قوة كبيرة جداً في النواح الهجومية عندهم بعضهم حماس قوي جداً 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 ولكن عندهم في الآخر خطوط يعني مش متربطة يعني متبعدة بشكل كبير جداً الأخطاء الكارسية الدفاعية هي اللي قدت أن هما يتغلبوا في موراة النجم الساحلي الأخطاء الكارسية بتاعتهم واللي قدت أن هما في بعض الأوقات بيدخل فيهم أهداف يعني سهلة جداً أو أهداف من أخطاء سازجة جداً 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 فمطلوب من مستر فيلر أنه يتعامل فنياً ونفسياً مع العيبة الموراة مش هتكون نفسياً سهلة هتبقى بتلعب تحت ضغط آه انت رايح هناك وانت عندك موقفين يتتعادي لتكسب ودي حاجة مهمة جداً جداً ولكن الجمهوري لكنت عارف في السودان الأمور صعبة جداً جداً الملعب برضو ملعب صعب جداً جداً ملعب الهلال والأجوانك صعبة جداً فالمفروض أنك هتتعامل مع العيبة فنياً ونفسياً قبل بداية المباراة نتمنى يا رب كل التوفيق وألف مبروك ثلاثة نقاط بأشكرك يا كابتن شريف على وجودك معنا شكراً جزيلاً يا كابتن أسامة شكراً جزيلاً يا كابتن بلال هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل دكتور أحمد ثابت ومن هو نجمه هذه المباراة من وجهة نظر الأرقاب خاصة بهذه المباراة دكتور ألف مبروك الحمد لله الله يبارك في حضرتك وألف مبروك لجمهاري النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللعيبة والجهاز الفني بتأكيد فوز معناه مهم جداً بيحطك في صدارة دي الخطوة الأولى لسه إن شاء الله الخطوة الثانية بإذن الله نعدي منها كمان في مباراة الهلال بإذن الله يوم السبت في السودان مباراة النهاردة بصراحة دور كبير جداً لجمهاري النادي الأهلي في الدعم وفي المسان ده ويعني حسنا بالروح يعني اللعيبة كمان كان انتقلت منها الروح الفلينة الحامرة للعيبة ده انعكس بسبب وجود العدد الجماهيري من وجود يعني جماهير النادي الأهلي يمكن الاتنين المديرين الفنيين النهاردة في البداية فاجؤونا في التشكيل يعني يمكن يمكن طبعاً لما بدأ بأربعة اتنين تلاتة واحد وحط الشحات حسين الشحات صنع العاب وأجيه وأحمد الشيخ ومروان قدام ده كان نوع من المفاجأة والنحية الثانية النجم الساحلي أول مرة ما يبدأش بخمسة وراء يمكن بدأوا بالأربعة اتنين تلاتة واحد الطريقة اختلفت بهاء الدين السلامي لعب كباك رايت الاتنين المساكين كان زياد بغطاس وعمار الجمل مرتضى بن والناس اللعب باتنين ارتكاز محمد أمين بن عمر ومالك بعيو وابو خانشوش اللي كان بيلعب صنع العاب ونحية اليمين كان وجد كشريدة اللي هو أصلاً كان بيلعب ظهير أيمن حطه كجنح يمين ويهاب المساكني وقدام كريم العريبي النجم الساحلي ممكن فاجئ النادي الأهلي حاول يستغل الضغط الجماهيري والضغط العصبي اللي موجود على لعاب النادي الأهلي وعمل ضغط عالي في بداية المباراة وبالفعل نوعاً ما لعاب النادي الأهلي كانوا غير موفقين في أول 20 دقيقة ولكن طبعاً بسبب الضغط العصبي وبسبب الموقف اللي كان فيه النادي الأهلي ولكن هدف اللي جيه في النادي الأهلي عاد الأمور دي كلها وقدرنا أن احنا نقدم مباراة بعد تحديداً الهدف مباراة جيدة يمكن النادي الأهلي تفوق فيه الاستحواز مثل هذه المباراة بيبقى مطلوب فيها منك أن انت تكسب وتاخد الثلاث نقاط النهاردة صدارة مققتة مهمة جداً إن شاء الله يكون صدارة مستمرة بعد الفوز على الهلال ونتصدر المجموعة يمكن احنا في أصعب مجموعة في دورة أبطال أفريقيا هذا الموسم يعني النادي الأهلي نسبة استحوازه 51% مقابل 49% للنجم الساحلي إذن أنت تفوقت في نسبة الاستحواز عدد المحاولات على المرمة النادي الأهلي 10 محاولات مقابل 8 للنجم الساحلي إذن أنت تفوقت في عدد المحاولات المحاولات الصحيحة 3 هنا و3 هنا عدد التمريرات النادي الأهلي كالعادة عدة الربعمائة تمريرة أو ربعمائة وعشرة تمريرة مقابل 395 للنجم الساحلي نسبة دقة التمريرات بتاعت النادي الأهلي 72% مقابل للنجم الساحلي 68% عدد التمريرات الطولية كنا أكتر 77 تمريرة طولية مقابل 70 تمريرة طولية للنجم الساحلي عدد العرضيات النادي الاهلي أكتر 17 عرضية مقابل 9 عرضيات للنجم الساحلي أما الالتحامات السنائية فالنجم الساحلي فاسب أكتر من النادي الاهلي النجم الساحلي كسبوا 76 التحام مقابل 62 التحام للنادي الاهلي إذن الأرقام برضو بتأكد أن المباراة كان فيها نوع من التوازن في الأرقام ولكن النادي الاهلي كفته كانت أعلى طبعا بالأرقام بالنسبة للنادي الاهلي يعني من نجوم المباراة رقم واحد لازم جمهور النادي الاهلي وحضوره ده بصراحة يستحق عليه ياخده رجل المباراة رقم اتنين لازم نشيد بالحكم فيكتور جوميز وحسينا بالفرق النهاردة في شخصية حكم صراحة مثالي فيكتور جوميز النهاردة بان الفرق ما بين الحكم اللي ظلمنا بنده في مباراة في تونس والنهاردة حكم قدامنا اللي هو فيكتور جوميز أحسن حكم في أفريقيا وكنا نتمنى ان شاء الله ان يبقى حكم مميز برضو يحكم لنا في مباراة السودان بإذن الله يكون حكم مميز على مقدار فيكتور جوميز هو كابتل دوسر عباس بيقولوا انه واحد من حكام النهاردة في القرى الأفريقية طبعا فيكتور جوميز أفضل حكم لا أنا بتكلم على الحكم المغربي ردوان الجايد طبعا وحكم مميز أيضا بالنسبة بالأرقام طبعا يعني نجوم بقى النادي الاهلي النهاردة في المباراة يعني بيعتبر رقم واحد أليو ديونج أليو ديونج كنا قدم واحدة من أفضل مبارايته بيثبت ان هو مش بس أداءه وتقدمه ده ونسبة فوزه بالالتحامات الموجودة ديت مش بس فيه الدوري لا ده كمان في أفريقيا النهاردة في مباراة كبيرة اللعيب الكبير بيبان فيه المباراة الكبيرة أليو ديونج رغم صغر سنه أكتر من قطع الكرات في النادي الأهلي 24 مرة أكتر من استعاد الكرة التانية 15 مرة دور مهم قوي في عملية الاستحواز لأنه كان بيعيد لك السيطرة في وسط الملعب أكتر واحد قطع الكرة 24 مرة رقم كبير جدا تاني حاجة أكتر من استعاد الكرة التانية 15 مرة ساكند بول تالت حاجة أنه هو تاني أكتر واحد من لعاب النادي الأهلي لمس الكرة 73 مرة طبعا رقم مميز بعد محمد هاني 79 أليو ديونج 73 اللونج باس بتاعه أربع تمريرات طولية منهم اتنين صح اتنين من اربع صح نسبة دقة التمريرات القسيرة بتاعت أليو ديونج اتنين وتسعين وتلاتة من عشرة ستة وتلاتين تمريرة من تسعة وتلاتين تمريرة صح فإذا وكمان صنع فرصة بالنسبة لارتكاب الأخطاء تلاتة ده طبيعي في وجود في مباراة مصرية زي ديت حصل على أخطاء اتنين وبالتالي أليو ديونج قدم مباراة جيدة جدا وهو على فكرة في بداية القطعة بتاعت الهدف كان هو اللي قطعة بعد كده أحمد الشيخ أخدها ورح ربما رقص واحد ولعبها للسلية لعبها لحزين الشحات أو لمعلول لعبها يعني فتحها المعلول لكن البداية أصلا من بداية الهدف كانت من عن طريق أليو ديونج واستعادت الساكن دوبول اللي احنا بنتكلم فيها أكتر من استعاد الكرة التانية لأربع تاشر مرة اللي هو هنا أليو ديونج هو اللي بيعيد لك الاستحواز ودايما بيكسب الكرة التانية مهم جدا زي كرة الهدف بالزبط هو اللي بدأ الهجمة بتاعت النادي الأهلي باستعادت الكرة التانية رقم اتنين وهو الحارس الأمان والاتمينان بتاعنا محمد الشناوي محمد الشناوي واحد يعني دايما بنختاره بصراحة واحد من نجوم المباراة وبيصنع الحارس الكبير هو اللي بيصنع الفارق هو اللي بيغير في مصار نتيجة المباراة النهاردة النجم الساحلي في أول ونص ساعة راحوا بأكتر من كرة محمد الشناوي بيغير مصار المباراة خالص بيخليك من انت خارج النهاردة واحد سيف عدد الانقاذات السيفز تلاتة انقاذ رقم كواس جدا أنقذ انفراض تصدي صحيح للتزديدات بتاعت محمد الشناوي خمس تزديدات من خمسة بنسبة نجاح مية في المية يعني الخمس كرات اللي رحوله تصدى ليهم بنسبة صحيحة الحاجة كمان المميزة الخروج الصحيح من المرمى لإبعاد هجمة دور اللي بلعبه بيريح خط تفاعه حتى في الدربات السابتة كله بيبقى واخد طالع بره التمنتاشر بمسافة كبيرة لأن محمد الشناوي بيطلع بيديك الراحة ما شاء الله طوله بيدي راحة لخط تفاعه فبيخرج صحيح من المرمى أربع مرات حصل على خطائين التمريرات الطولية من وراء 21 تمريرة طولية لونجو باس بنسبة نجاح 28.5% يعني 6 من 21 صح عدد التمريرات القسيرة 6 الكلين شيت ده بيوصل محمد الشناوي الكلين شيت رقم أربعة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم إذن أعلى 2 النهاردة بالأرقام أليو ديانجو محمد الشناوي على مستوى لعيبي النادي الأهلي نيجي بعد كده ليه علي معلول علي معلول دايما بيقدم مباراة كويسة خاصة قدام الفرق التونسية علي معلول النهاردة أكتر لعب عمل عرضيات عمل جابها كويسة جدا في الجابها اليسرى مع جونيور أجاي عمل 8 عرضيات وزي ما شفنا كورة الهدف الأول اللي هو بتاع النادي الأهلي جي من خلال عرضيات من علي معلول نسبة نجاحه في العرضيات 37.5% كان عرضيات صح 3 صح من 8 وصنع فرصتين يعتبر أكتر لعب صنع فرص صنع فرصتين وكمان تاني أكتر لعب عمل تمريرات طولية من الخلف 8 تمريرات بنسبة نجاح 62.5% يعني 5 من 8 علي معلول لمس الكورة 69 مرة والرقم دوت بيعتبر تالت أعلى لعب النادي الأهلي لمسا للكورة بعد محمد هاني وبعد أليو ديانج إذن على مستوى تحضيري الهجمة كويس جدا أطع الكورة بتاع علي معلول 12 مرة ليه محاولة على المرمى وحصل على خطأ إذن بالأرقم علي معلول قدم مباراة جيدة جدا على المستوى الهجومي وكمان كان بلعب عليه زي ما قلنا وجد كشريدة كان مرمي عليه واللي هو الظهير الأيمن بتاعهم بهاي الدين السلامي فكان جابها قوية خطيرة جدا وجد كشريدة ده عشان برضه جريده بدأ كده عشان يحد من خطورة علي معلول ولكن علي معلول قدم مباراة كويس زي ما قلنا عمل عرضيات كتير جدا أكتر لعب صنع فرص بيحضر الهجمة من تحت بشكل كويس جدا وبالتالي حتى وقع في التسلل مرتين نتيجة الاختراكات اللي كان دايما بيعملها نيجي برضه ما ننساش دور مروان محسن مروان محسن دوره مهم جدا 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 في الالتحامات الهوائية أكتر لعب في النادي الأهلي أنا عجبني في مروان إنه بيلعب برجولة وبحماس وبروح بصراحة لعيب بيقاتل على كل كورة كل كورة عالية بيحاول إنه ياخدها أكتر من فاسب مروان محسن فاسب كامل التحام عشرة ده الدور المهم جدا لمروان محسن اللي هو فايلر كان عايز ميكوننا دايما حتى في تحديدا في أول نص ساعة كنا بنلعب تمرير طولي كتير قوي اللي كان بيكسب الالتحامات الهوائية أكتر واحد مروان فاسب عشر التحامات الهوائية من عشرين رقم كويس جدا بنسبة فوز خمسين في المية دقة تمريراته ما كانتش عالية مشكلة إنه كان بيكسب الالتحامات وتمريراته ما كانتش عالية ايه تسعة وخمسين في المية نسبة دقة مش عالية خالص محاولات على المرمى واحد وحصل على خطائن وارتكب ست أخطاء لما تشوف مروان فاسب عشر التحامات الهوائية وعمل ست فاولات يعني ارتكب ست فاولات ده دليل على ايه دليل على ان الراجل ده كان بيلعب برجولة وبحماس وبروح عالية جدا لما بخش في التحامات كتير بكسب عشر الى التحامات من عشرين يعني نسبة نجاح خمسين في المية الحاجة التانية برتكب اخطاء كتير بقى بعمل فاولات كتير دليل على الروح والعزيمة اللي عنده مراوان برضو ما ننساش صاحب الهدف جونيور اجاية جونيور اجاية اكتر لعب عمل مراوغات نجحة في الماتش النهاردة عمل 3 مراوغات نجحة وما ننساش ان هو سجل الهدف هدف اكثر من رائع من جونيور اجاية وبيستعيد الزاكرة التهديفية النهاردة يعني بقى له فترة ما كانش بيجيب هدف دورة ابتالة افريقيا النهاردة بيستعيد الزاكرة التهديفية بيحرز هدف طبعا قطع الكورة 7 مرات فقد الكورة 8 مرات وكان ليه محاولة واحدة بس على المرمة اللي جاب منها جون ودق التمريرات جونيور اجاية وصلت الى 90% فده رقم برضو كويس جدا ليه يعني لدق التمريرات 90% يعني 17 من 18 صح رقم كويس جدا ليه اجاية عمر السلية برضو عمل ماتش كويس على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي عمل 7 تمريرات طولية رقم كويس قطع الكورة 14 مرة برضو رقم مميز لعمر السلية بيديك نوع من الاستحواز جنب اليو ديانج زي ما قلنا يمكن دايما كنا بنقول ان عمر السلية هو اللي بيستعيد السكندبول النهاردة ظهر دول اليو ديانج أكتر في استعادة السكندبول وعمر السلية هو اللي بيعمل عملية الاستحواز برضو محمد هاني محمد هاني قدم مباراة كويسة تحديدا على المستوى الدفاعي وعلى مستوى تحضير الهجمة محمد هاني قطع الكورة 20 مرة رقم كواس جدا وكان ليه دور مهم جدا في التخطية العكسية كان بيلعب عليه لعيب زي اهاب المساكني لعيب كبير جدا فبالتالي محمد هاني على المستوى الدفاعي قدم مباراة كويسة جدا لكن على المستوى الهجومي أربع عرضيات فقط برضو كان غير موفق فيهم محمد هاني وبالتالي يستحق تكييم كواس جدا على المستوى الدفاعي أحمد الشيخ يمكن ما صنعش ولا فرصة وكان ليه محاولة غير صحيحة على المرمى دي بالنسبة لأرقام أحمد الشيخ بالنسبة لحسين الشحات هو يعني ما كانش ظاهر بشكل كبير جدا ولكن من الرقم المميز لحسين الشحات انه هو أكتر لعب عمل محاولات على المرمى عمل ثلاث محاولات منهم واحدة صح من ثلاثة ولكن متوسط لمسه لكورة كان قليل جدا يعني أحمد الشيخ لمسه لكورة 22 مرة بس ده رقم مش عالي حسين الشحات لمسه لكورة 34 مرة ده برضو رقم مش عالي طالما أقل من 40 مرة يبقى اللعيبة ما كانتش مؤسرة بشكل كبير في المباراة ولكن حسين الشحات برضو زي ما قلنا بيعمل ثلاث محاولات رقم كواس جدا نيجي للأوراق الربحة كهرباء لما نزل برضو عمل نوع من طبعا هو بيلعب في الشمال في الجناح الشمال أحسن مما بيلعب فيه الجناح اليمين وليد سليمان فعال أكتر وخبراته مهمة جدا حدبان أكتر لما نلعب فيه مباراة الهلال السوداني أليو باجي لمسته لكورة واضح انه هو لعيب زي ما قلنا مميز جدا بألعاب الهوى ومميز فيه الالتحامات الهوائية ومحطة لعبه مهمة جدا فيه زي ما شرحنا الحلقة اللي فاتت قلنا انه هو مميز في ألعاب الهوى يعني نزل دقيقة واحدة كسب التحامين هوائيين وكان ليه اتنين تمريرة صحة من أربعة وبالتالي قال يوباجي برضو ممكن يكون فيلر عايز انه يديله حسية المباراة عشان لو يحتاجه فيه حسية مباراة أفريقيا لو يحتاجه فيه مباراة الهلال السوداني نيجي برضو لقلبين الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم رامي ربيعة يعني قطع الكورة 17 مرة ولكن تم مراغته 3 مرات ياسر إبراهيم برضو قطع الكورة 14 مرة وياسر إبراهيم عنده رقم مميز أول ياسر إبراهيم انه هو اكتر يع واحد حضر الهجمة من الخلف للنادي الاهلي 11 تمريرة طولية منهم 8 صح وقطع الكورة 14 مرة ياسر إبراهيم فاز ب6 التحامات هوائية مكسب كويس جدا لدفاع النادي الاهلي رامي ربيعة قطع الكورة 17 أعلى من ياسر إبراهيم في معدل قطع الكورات لكن ياسر أعلى من رامي في الفوز بالالتحامات الهوائية ده يمكن أرقام خط الدفاع ياسر إبراهيم برضو ليه رقم مميز كمان التمرير القصير معمل شوالة تمريرة غلط 26 تمريرة صح تحس انه كان بيلعب بهدوء أكتر من رامي ربيعة شوية رامي ربيعة كان في الأول كان منفعل شوية فرامي ربيعة كان عنده 3 تمريرات خطأ من 27 تمريرة قصيرة والتمريرات الطولية بتاعت رامي ربيعة 3 صح من 7 يعني عنده 4 خطأ لكن ياسر إبراهيم التمريرات القصيرة 26 صح من 26 والتمرير الطولي 8 صح من 11 وبالتالي يعني تحديداً ياسر إبراهيم قدم مباراة كويسة جداً وفاز ب6 التحامات والتنين ارتكبوا خطأ واحد تمام إذن أليو ديانج ومحمد الشناوي يتقاسم الأداء الجيد في هذه المباراة والأداء الرؤى في هذه المباراة طبعاً مع جمهور النادي الأهلي مع الحكم فيكتور جومل عموماً ألف مبروك للنادي الأهلي ثلاثة نقاط هم أنا بشكرك جداً يا دكتور أحمد على وجودك معنا شكراً وبالتوفيق للنادي الأهلي في اللي جاي بإذن الله طبعاً زي ما حضرتكم شفتوا تصدر النادي الأهلي مجموعته اليوم النهاردة كان يوم جميل الحية على كرة القدم المصرية بفوز منتخب مصر على منتخب تولس بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد وصعوده إلى الأولمبياد توكيو 2020 القادمة ألف مبروك لمصر لحيث هذا الفوز الرائع أيضاً النادي الأهلي النهاردة بيفوز على نادي النجم الساحلي بهدف مقابل لشيء ويتصدر مجموعته انتظاراً لمباراة الهلال إن شاء الله الأسبوع القادم يوم السبت 1 فبراير وطبعاً كالعادة هنكون مع حضرتكم على الهواء مباشرة أنا بشكر حضرتكم شكراً جزيلاً إن شاء الله نلتقي مع حضرتكم خلال الأيام القادمة وحلقة جديدة من ملعب الأهلي